ماذا بعد أن وثق الاتحاد الدولي مكانة الأهل عالمياً؟ هل يصمت المدلسون إبراهيم؟ أهلا بك يا مهندس أهلا بك عزائي المشاهدين وما عد يتجدد معكم في لقاء الأثنين حلقة النهاردة تحمل الرقم 919 من سلسلة ملك وكتابة وبيبدأها المهندس عدلي بشهادة الفيفا وتوثيق قيمة الأهل يعني عايشين سنوات من المهابرة والتشكيك وأنك تبقى عارف أنك بتتكلم غلط وتتكلم وتبتدي المسألة تبقى في شكل منهج بيتوزع بسكريب سواء على بعض وسائل الإعلام أو خلال السوشيال ميديا لدرجة أثرت على المناخ العام لكرة الخدم الناس لا تلتفت الآن إلى الشغل الجاد والمنافسة الجادة ومحاولة التطور بقدر ما كل جزء كبير متفرغ وجد أضلاته وراحته في أنه يهمدك وشكك فيك وإسرق ألقابك ويتحدث بها إلى أن جاء الاتحاد الدولي المفروض أنه محدش بعد كده يتكلم لكن ما زالا منهج مستمرا وحيزيد يا أستاذ إبراهيم لأنه أحيانا هنا أشعر بالشفقة على البعض الذي لا يريد أن يعرف واقعه أو يعرف الواقع ويبتدي يشتغل عليه عشان يقدر يطور من نفسه ويتنافس حقيقة فيه لكن كل المحاولات لهدم المنافس الناجح دي لطاق المنى لأن المنافس برضو بيشتغل عشان يكمل في نجاحه عايزين بقى كفاية بقى نبتدي شوية شغل محترم جاد شوية